كانت شايفة فيها اللي ما توصل وفي ناس كتير جدا شايفة ان واحد هيشتغل عنافسه شوية وهيتعب بغيره أحبطوك أحبطوك طيب تخلت مستر أو بطول تعالى ما نقول مستر أولمبيا في الكويت كان مشارك أسامي كبيرا أولا دي كانت محترفين ولا هو كانت هو لازم تلعب هو لازم هو عشان تاخد كارت احتراف طيب لما شاركت في أول بطولة اللي بياخد كارت احتراف ده بيوضل أربع خمس يعني بيجرامي فيه احنا طبعا مليم بيجرامي لأنه يعني صاحبك وحبيبك ونعرف أنت عملكتكم بعد كويس أخوك وإخوك طبعا وبلغ لازم كابت المحمد يعني اتصل بيه قبل الحلقة يعني كان بيسر عليه يعني أصدقلك انه يعني انتو بينكم من بعض شابك كبير في الكويت ولكن انت روحت الكويت وبدأت تطلب عايزة خش الهوا وبيعودوا يلعبوا تاترا بعسين هو عشان يخش ياخد كارت طبعا دي صورة ليك مع صديق المحلوات بيجرامي يعني أسطرتين كبار وقصتين كفاح شباب مصري يعني مكافح طيب أقولت أخش الهوا ودخلت خدت مركز تاني شعورك كان إيه وتفكيرك بقى إيه الأول ما كنتش مصدوم لأن الصدمة بتيجي عند أنا باعتبر أن أي شخص هينصدم في حياته بالمركز اللي حققه هي أول محطة النزول برابا عليك حسيتش أنت عملت حاجة لسه لسه أنا حطت نفسي على أول سلم والمشورة لسه كبير يكمل يا خلاص لإن أنا جت لإن أنا فاكر إن أنا اليوم ده أنا واخد تاني بطل عالم يعني أنا واخد فيها تصنف بطل عالم واخد مركز تاني ولكن معيش ثمن سندويتش بعلم بزوار يا خبرة بيض فعلا أنا واقب بطل والناس بتسقف لي بس ما فيش في جيبي ثمن وابتتي ما فيش ومش عيب ولا مش عيب وبالعكس وبالعكس أنا بذكر النقطة دي لحاجة عزيزة عشان مش ما تفكرش إن كل بطل النجاح مش سهل لإنه لو كان سهل كان زمن كل الناس نجح تنجح الله عليك فالنجاح هو طريق محاط بالصعاب وإنك هتوعى مئة مرة ألف مرة هتقابلك مواقف تحخليك إنك تعايز تقسم الحياة بس لازم تتعداه طيب أنت عدت دخلت خط تاني وتماتي الخط كارت احتراف خلاص لا أنا ما كنتش أعرف حاجة في الرياضة أصلي خلاص دي دخلت كده أنا ما عرفش حاجة أنا العادة تاني من السلوم دي خلصت فضلت تاني يوم رجعت الشغل اشتغلنا بعدها حوالي شهر سافرت جنوب أفريقيا خدت بطولة أرنو كلاسيك لا يا تعالي بقى واحدة واحدة إلا أنت بتقولي شهر كده لا إحنا نمسيكم ونفصصوا إلا أنت دلوقتي شهر جبت تكاليف سفرك إزاي أنا بشتغل وخمان قول أنا خدت فيزا إزاي وأنا أصلاً كانت واخد الفيزا اللي كنت رايح بقى لكويت فيزا صليت سمك مينفعش إن أنت تقدم على فيزا تانية وتسافر أوروبا وصفر أفريكيا عملت إيه؟ أنا كنت بقدمه على الله حكايت بس أنا أنا فاكر إن إحنا لما قدمنا بعدها أنا سافرت أسبانيا طبعاً فكل اللي مجنون هتطلع فيزا أسبانيا إزاي فقالتهم هقدم على فيزا ما عندكش حساب في البنك ما عندكش حاجة ما عندكش إنت أصلاً عايش في بلد تانية وإنت فيزتك ما تساعدكش إن إنت فقالتهم أنا هقدمه بس فقدمته وناس تانية اللي معاها الإمكانات دي فيزيتها ترفضت وأنا فيزيت قابلت تسافرت أسبانيا برضو بعدها ربنا ربنا طبعاً يعني دي إيمانك بالله وإيمانك بنفسك طبعاً وأكيد مش وارك دا ما بشتش بيغرب إيمانك بالله سبحانه وتعالى أكيد لأن أنا مكتنع تماماً إن ربنا مش هداء تعبك وإنت مش مطلوب منك لأنك تكتهد وتسأل ربنا بس؟ بفتح عليك هكذا